نعود إلى رحلة الخرود وقفنا عند نقطة خلق آدم عليه السلام وذكرنا الحديث اللي احنا عزين نتوقف معاه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض نقف هنا وقف الغير إن ربنا لما قبض قبضة من جميع الأرض ينبغي ألا تتصور ولا تتخيل إنها قبضة زي قبضتنا دي لا ربنا ليس كمثله شيء مش زي دي مش كيفية إن احنا بنقبض إزاي لا نعلم الكيف مجهول أخذ قبضة دي معلومة لكن كيف دي مجهول لا نعرفش ليس كمثله شيء من هو السمع البصير الشيء دي إيه إن الله خلق آدم من قبضة انقبضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود والسهل والحزن حزن يعني الصعب والخبيث والطيب وبين ذلك سوف أعلم بس نتفق الأول أو نعتقد الأول أن الله عليم حكيم احفظوا الجملة دي أن الله عليم بحكمة حكيم في علمه وعليم في حكمته فعليم بحكمة وحكيم بعلم فربنا جل جلاله لما الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ربنا قال لهم إيه إني أعلم ها ما لا تعلمون أنتوا مش عارفين حاجة أنتوا مش فهمين الحكمة من خلق هذا الآدمي ربنا جل جلاله قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ربنا عليم بديء قبل ما يخلق أنه بيخلق الناس دول عشان يبقى بعضهم لبعض فتنة الطويل والقصير والتخين والرفيع والأبيض والاسود والذكي والغبي والقوي والضعيف والغني والفقير والصاهم القوة العضلية والمريض إلى آخر كل دول من الأرض شكل الأرض طبيعة الأرض ربنا قبل ما يخلق كان بيعلم جل جلاله ولا يزال لما خلق وكيف خلق هو جل جل عليم حكيم قول معايا دايما كده أكد عليم حكيم عليم حكيم قدير عشان كيف سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير يبقى عليم بيد من ايه وقدير قادر حين يعلم أن يعطي بعلمه وصلت عشان كده لازم تفهم التلات أسماء من أسماء الله دول مع بعض أنا عايز أقولك فايدة مهمة جدا تخرج بها من درس الليلة مهمة جدا جدا أسماء الله الحسنى يجب أن تعيش بها حياتك افهم أسماء الله الحسنى وعيش بيها عيش بيها جيدا احنا قلنا ربنا جل جلاله جعل لنفسه تسعة وتسعين اسما تسع كل العالم وكل البشر وكل الناس وأحوالهم يبقى المريض إلى اسم الله الشافي والضعيف إلى اسم الله القوي والمظلوم إلى اسم الله الحكم العدل واللي وهكذا يبقى أنت في كل لحظة من لحظات حياتك في كل حال من أحوال حياتك تستطيع أن تجد اسما من أسماء الله تعالى أنت تحتاجه أنت تحتاج أن تعيش معه لذلك في قصة سيدنا يوسف ربنا يكرم بس ونوصل لها في قصة سيدنا يوسف تلاقي الاسم المسيطر على القصة كلها العليم الحكيم من الأول للآخر من أول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أبو قال ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لحد آخر القصة ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة وفاني مسلم والحكم بالصلاحين تلاقي اسم الله العليم الحكيم عليم يعلم جل جلاله قلنا في الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم أنه يعلم ما كان ما كان وما يكون الحاضر وما سيكون المستقبل وما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعلم وبحكمة قلنا قلنا كتير أن لما ربنا جل جلاله رزق الملك أنه يشوف رؤية سبحان الله العظيم الملك ده كافر إزاي يشوف رؤية بالتفصيل الدقيق كده للي هيحصل في خلال 15 سنة جاية ده مش رزقه ده رزق سيدنا يوسف كتير بتوع الواص يبعاتوا الحتة دي علمني قميصه يوسف يقولوا أن ربنا كان قادر جل جلاله أن يرسل صائقة تشيل باب السجن ويخرج سيدنا يوسف ويرجع لأبو لكن ربنا جل جلاله جعل منام يمر بخاطر الملك ويخرج سيدنا يوسف معززا مكرما ليصبح عزيزا مصر الشاهد هنا إيه بس عايزك تفهم اسم العليم الحكيم لما ربنا خلق الخلق خلق آدم عليه السلام اللي هيكون منه كل الذرية دي خلقه بعلم وحكمة لحكمة ايه الحكمة الله يعلمها وبحكمته جل جلاله وعلمه خلق هؤلاء الاشخاص بهذه الصورة خلق هذه الارض بهذه الدول لا دي انا عايز اقولك ايه قال تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ملا يعلم من خلق فعلم ان الانسان ده محتاج يتنفس هوا في اكسوجين و و و خلق له الهوى ده اللي ينسبه لما الانسان مخلوق من الارض من طين من تراب جعل هذه الارض تنبت له ما يناسب جسمه يأكل ايه ويشرب ايه وكيف ينمو جسمه او يصح ويمرر ربنا جلاله عليم حكيم قدير خليك مع التلات اسفاء دول دايما انه يخلق كل شيء لحكمة وبعلم وبقدرة جلاله سبحانه فجاء ابن وادم على قدر الارض ربنا مراده كده حكمته كده جلاله انه يبقى فيه ابيض وسود وانه يبقى فيه ضعيف وقوي ويبقى فيه قاس غليز عنيف ولين طيب سهل جم من كل الانواع فالتراب الذي خلق منه آدم جمع الوان التراب المختلفة وصفاته المتعددة وهذا سر اختلاف الناس في الوانهم لاختلاف الوان التراب الارض وسر اختلاف الناس في نفسياتهم وطباعهم ومشاعرهم لاختلاف طبيعة التراب الارض فانظر ايها الاخ الحبيب من اي تراب الارض خلقت رزق بقى وقدر يترى انت نفسك سهلة لينة منقادة ولا قاسي غليظ تحتاج الى ترويض والى اعداد نفسي وبدنه لتلين لشرع الله سهلة وهم جدا جدا في قضية التزكية ان تكون لك النفس لينة منقادة السليسة لصفة تحاول تدور على الدين فيك والرفق والرحمة تعيش فيها توصل لمرضات الله اشترك